للأسف رأينا أن هناك إساءة للاستخدام هذه الوساطة لتوظيف هذه الوساطة لصالح مصالح سياسية ضيقة وهذا استدعى دولة قطر أن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور ونحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة دورنا ملتزمين فيه من هذا المنطلق الإنساني ولكن أيضا هناك حدود لهذا الدور وحدود للقدرة التي نستطيع أن نسهم فيها في هذه المفاوضات بشكل بناء ودولة قطر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال ذلك شكرا